أهلاً وسهلاً بكم في فقرة جديدة من برنامج المؤشر على قناة الأموال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أعلن عن 3 طرق يمكن من خلالها الاستعلام عن موقف استلام شهر مشروع الإسكان الاجتماعي إيه هي بقى الطرق دي واللي يقدر من خلالها حاجز الوحدة أن يعرف موقفه من استلام الشهر هنقول لكم في الفقرة تابعونا الطريقة الأولى هو الاتصاب بالأرقام اللي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وأهمها أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 537 أو من أي رقم تليفون محمول وزيره 971 117 من أي خط أرض وبتعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءاً معادة يوم الجمعة أما الطريقة الثانية هو من خلال التواصل على الحساب الرسمي لسندوق الإسكان الاجتماعي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويمكن للمواطنين تقديم الاستثارات للصباحة من خلال رابط وهنحطها لكم في أسفل الفيديو الطريقة الثالثة هو التواصل والاستعلام عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسندوق وبيمكن تسجيل حساب خاص بيك على الموقع وبعد إنشاء الحساب أو إدخال بياناتك ولو كانت عندك حساب مسبق وبمجرد دخولك على الموقع هيظهر لك الخانة الخاصة بالاستعلام وفور الضغط عليها هيطلب منك إدخال الرقم القومي ولازم يكون الرقم القومي ده هو رقم المتقدم لطلب الشقة وهتظهر لك بعدها كافة البيانات المطلوبة بالأماكن والشروط وكمان كان أعلم صندوق الإسكانة الاجتماعية ودعم التمويل العقاري إن بيستعد لطرح مرحلة جديدة من شوية الإسكانة وبمساحة 90 متر ودي للأفراد من مرخافض ومتوسط الدخل وبرضو الفئات الأعلى دخلا الوحدات اللي هيتم ترحاها هتكون في عدد من المحافظات في الواجه البحري والإبلي ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء سعر البيع هيكون 197 ألف جنيه للوحدات بمحافظات واجه البحري ومدن القناة وشمال وجنوب سيناء أما في محافظات الواجه الإبلي هيكون سعر الوحدة 184 ألف جنيه وبالنسبة لمتوسط الدخل والحد 10 ألف جنيه شهرين للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة مش هيقل سعر البيع عن سعر البيع للمنخفض المتوسط الدخل بضافة إليه متوسط تكلفة المرافق العامة ونصف تكلفة الأعباء التمويلية للقرد المحلي بالإضافة النسبة 15% مصروفات إدارية من تكلفة المرافق وأعباء التمويل يعني هيبقى كله 26 ألف جنيه كمان هيتم سداد مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع على أن يكون البيع بنظام التمويل العقاري المدعم بنسبة 7% سنويا متناقصة لمقافض الدخل و8% سنويا متناقصة لمتوسط الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ودلوقتي هنقولكم شروط الحجز واحد أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصري الجنسية اتنين أن لا يقل عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان تلاتة يكون الحد الأدنى لصاف الدخل الشهري 1500 جنيه أربعة الحد الأقصى لدخل الأسرة 6000 جنيه شهرية خمسة الحد الأقصى لدخل الغير متزوج 400050 جنيه ستة لا يحق المتقدم أو الأسرة التقدم لحجزة أقصى من واحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الوحد سبعة لا يكون قد سبق تخصيص واحدة أو أرض سكنية لمتقدم أو الأسرة أي أن كان نوعها بالمدن الجديدة أو بالمحافظات سواء كانت في حوزاته أو تنازل عنها للغير تماني أن لا يكون المتقدم أو الأسرة قد استفادة بقرد تعاوني أو دعم المشروع القامل الإسكان أو إحدى الجهات العامة اللي بتقدم للحصول على واحدة سكنية تسعة يشتريد أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المقيم فيها واللي فيها الواحدة السكنية المتقدم لها ترجمة نانسي قنقر